نبدأ أولى ملفات جولتنا لليوم من سيطرة الثوار على بلدة مصرابة في ريف دمشق بعد طردهم لعناصر تنظيم الدولة منها المتحدث باسم جيش الإسلام أكد أن الثوار قتلوا ما يقرب السبعين عنصرا للتنظيم وعثروا على سيارات مفخخة في مقرات التنظيم وبفضل من الله ومن تقدم المجاهدون على بعض الأبنية هذا ما قاله المتحدث الرسمي باسم جيش الإسلام النقيب عبد الرحمن أثناء الاشتباكات التي انتهت بسيطرة الثوار على بلدة مصرابة بريف دمشق حيث قاموا بطرد أفراد تنظيم الدولة منها بعد مواجهات دامت عدة أيام وانتهت بأكثر من أربعين عنصرا من عناصر التنظيم إضافة إلى مقتل عدد من كبار القادة منهم كأبو جعفر القيساوي وأبو حمز العراقي وأبو حذيف الفرار خلال المواجهات الثوار بعد أن قاموا بتمشيط البلدة باشروا بحملة شاملة لتعطيل جميع السيارات المفخخة التي كانت تنظيم قد أعدها لمواصلة أعمال الإغتيالات والتفجيرات في هجماته الميدانية ضد الثوار بحسب الناشطين هنا مصرابة البلدة الصغيرة بالغوطة الشرقية والتي كان تنظيم الدولة يتخذها مقرا رئيسيا له بعد أن قام الثوار مطلع الشهر الحالي بطرد عناصر التنظيم من بلدة ميدعة هذا ويقدر عدد مقاتلي تنظيم الدولة في الغوطة الشرقية بما يقارب 800 عنصر يتمركزون في مسرابة ومدن وبلدات دومة وعربين والمرج والأشعري وبحسب ناشطي الغوطة الشرقية فإن تنظيم الدولة كان يهدف إلى جذب المقاتلين إلى المناطق التي يسيطر عليها في حال كسر الثوار الحصار المفروض على الغوطة الشرقية بغية مهاجمتهم واستهداف تجمعاتهم معنا نقيب عبد الرحمن الناطق الرسمي باسم جيش الإسلام من ريف دمشق وأيضا براء عبد الرحمن ناشط إعلامي أيضا من ريف دمشق أهلا بكما نقيب عبد الرحمن أولا كيف جارت عملية تحرير مسرابة وأين توجه عناصر تنظيم الذين طردوا من قبل الثوار أولا بسم الله الرحمن الرحيم بعد أن قضينا على تنظيم عصابة البغداد دولة الخوارج في بلدة ميدعة هرب من هرب منهم وقتل من قتل وأسرنا من أسر منهم وبعد ذلك تكتل تنظيم دولة العراق والشام في بلدة مسرابة في الغوطة الشرقية تكتلوا وصار لهم تجمع كبير في وسط البلدة وأخذوا يلغمون البيوت المدنيين حولهم وأخذوا يعدون العدة لقتال المجاهدين فباغتهم المجاهدون وباغتهم الثوار وعلى رأسهم جيش الإسلام في الغوطة الشرقية بعملية عسكرية تنوعية بدأناها يوم الأبعاء بفضل الله تبارك وتعالى والبارحة يوم الخميس مساء تم القضاء على معاقل الخوارج داعش في بلدة مسرابة بالكامل مع تمشيط المزارع التي حول مسرابة بالكامل والقضاء على آخر تجمع لهم البارحة ليلا الآن ليس لهم تواجد علني في بلدات الغوطة الشرقية تم تصفيتهم ودحرهم جميعا الأحصائية الأولية لأعداد تنظيم دولة العراق والشام والشام 280 مقاتلا وقع علد كثير حوالي 150 مقاتلا قتلى وحوالي 20 أسير والفراء الآخرون إلى ما بعد مدعى وزرعوا بين المدنيين في داخل الغوطة وجاري تمشيط باقي البلدات للقضاء عليهم ولملاحقتهم نعم فقط نقيب عبد الرحمن لتوضيح المعلومة ناشطون تحدثوا عن 70 قتيل وأنت الآن تحدثت عن 150 قتيل سألتك ما إذا كان أعداد قتل التنظيم وصلت إلى 150 قتيلا كما ذكرت لأنه آخر المعلومات التي وردتنا تتحدث عن 70 قتيلا فقط أخت الفاضلة 70 قتيلا كان هذا يوم الأربعاء مساء أما البارحة وعند تطهير جميع المزارع المحيطة قتلنا أكثر من 70 من هذا التنظيم وكلهم موثقون بيئة الأسماء أغلبهم من دول خارجية من ليبيا ومن تونس ومن الجزائر من من يحملون الفكرة التكثيري الخارجي الذين أتوا ليقتلوا المجاهدين ويطعنوهم من خلص ظهورهم طيب ماذا عن الأسرى؟ أسرى التنظيم ومن يدعمها ومن يسندها من ضباط النظام وسيحاكمون محاكمة عادلة إن شاء الله هل لديك فكرة عن أعدادهم على وجه تقريب؟ الأعداد الأولية كما قلت لك حوالي 280 إلى 300 شخص وهذه كانت موثقة بالذاتيات التي وجدناها في مقرات تنظيم الدولة وفي مقرات خاصة في مقر أبو بكر نقيم أبد الرحمن نتحدث هنا عن أعداد الأسرى بشكل خاص أعداد الأسرى أخذنا حوالي 20 أسيرا فقط فقط لا غير من هذا التنظيم وأغلبهم من الناس البسطاء الجهلة الذين تم تغريرهم بالمال والسلاح ومنهم قياديين كما ذكرت لك منها كأبو حفظ العرافي والليبي والأردني وكما ذكرت من الذين يحملون الفكرة التكفيري الذين أتوا ليغفلوا أدمغة المجاهدين ويغفلوا أدمغة الناس وليقلبوا وليقفئوا الثورة في بلاد الشام طيب براء عبد الرحمن عدا مصرابة هل التنظيم معاكل أخرى محاذية ربما لهذه المدينة وما حجم تواجد عناصر التنظيم في هذه المناطق نعم الحقيقة هناك عدة مقرات لتنظيم الدولة في الغوطة الشرقية لكن تعتبر بلدة مصرابة هي المقر الرئيسي الذي يتزعمه أبو بكر المصرابي أو أبو بكر الأنصاري كما هو معروف هنا في الغوطة الشرقية هذا جلب مئات العناصر إلى بلدة مصرابة بعد سيطرتهم عليها في الأيام الماضية قليلة وبدأ بنشر الحواجز في محيط البلدة وبدأ بقطع الطرقات مما شكل صعوبة كبيرة بتنقلات الجيش الحر على الجبهات مما اضطر للفصال العسكرية المعارضة بأخذ موقف بالحرب عليهم كانت هناك مقرات في الأول أيام رمضان في ميبعة وتم شن حرب عليها وتم تطهير هذه البلدة بالكامل من عناصر تنظيم الدولة في تلك المنطقة الحملة الثانية كانت هي على بلدة مصرابة والتي كانت هي الأهم والأعنف والأكبر خسارة لتنظيم الدولة حيث فقد العشرات من عناصر التنظيم بينهم قياديي رفيع المستوى ومن جنسيات مختلفة وأيضا ما زالت هناك بعض المقرات في الغوطة الشرقية ولسيما أن هناك عشرات أو مئات العناصر الذين فروا من ضربات الثوار في بلدة مصرابة خلال الأيام الماضية القليلة فروا لمزارع الأفتريس والأشعري ومزارع المرج في الغوطة الشرقية حيث منذ الصباح الباكر وحتى هذه اللحظات يقوم الثوار بشن حملات تمشيط على جميع المزارع التي لجأ إليها عناصر التنظيم لكي يحاولوا الحد من سيطرتهم على جميع هذه المقرات ومحاولة تقليص وجود تنظيم الدولة في الغوطة الشرقية طيب هل من بينهم أهالي من الغوطة أم إن معظمهم أو ربما كلهم أجانب كما ذكرت يعني الحقيقة لا نستطيع أن ننكر أنه لا يوجد هناك من أهالي الغوطة يوجد هناك من أهالي الغوطة منهم من غرر بهم منهم من أعطي السلاح والمال ومنهم أيضا لكن الغالبية هم الحقيقة من جنسيات مختلفة منهم من الشمال السوري منهم من جنسيات تونسية جزائرية مغربية سعودية وأردنية وهذا الذي وجدنا بطاقات حيث في 24 ساعة الماضية رافقنا الثوار بطاقية إعلامية خاصة لهذه المعارض وجدنا قطاقات يحملون جنسيات مختلفة ومنهم الحقيقة من سكان الغوطة الشرقية نقيب عبد الرحمن إذن أولويات الثوار في هذه المرحلة هو طرد التنظيم من الغوطة هل لدى الثوار القدرة والسلاح على الأقل في هذه المرحلة لمواجهة التنظيم وطرده وربما القضاء عليه في البلدات المجاورة لمسربة طبعا لا شك في ذلك أن هذا التنظيم الخارجي هو أشد على المجاهدين والثوار من النظام النصيري الذي يقتل شعبنا لأن هذا التنظيم يقتل المجاهدين من خلف ظهورهم ويحقق للنظام النصيري الأمي التي تمنى أن تكون وخدمة العمر الكبيرة في أن يقتل المجاهدين من خلف ظهورهم ويخرج من بين أيديهم بفضل من الله تبارك وتعالى نحن لا ندخل جهدا في قتال هذا التنظيم وسنقدم كل ما عندنا لقتال هؤلاء الخوارج هؤلاء البغاة لنخلص شعبنا منهم لنعود ونلتفت إلى النظام ولنسقطه ونحقق الحرية لشعبنا وأرضنا بإذن الله عز وجل طيب أحدثنا أيضا عن السيارات المفخخة التي يعني عثرتم عليها في مصرابة يعني هل عرفتم من خلال الأسرة المناطق التي كان يعتزم التنظيم استهدافها طبعا وجدنا في داخل هذه المقرات مخططات وخطط لتفجير هذه السيارات المفخخة في مقرات المجاهدين وبين المدنيين وبفضل من الله تبارك وتعالى تم تفكيك هذه السيارات وإفشال هذه المخططات برمتها يعني مخططات وضعوها لطعن المجاهدين من خلف ظهورهم للقضاء عليهم وبذلك المستفيد الوحيد من هذا العمل هو النظام وحده حيث يعني سلطهم على المجاهدين ليفشلوا مخططاتهم وليجهدوا هذه الثورة المباركة التي بدأها هذا الشعب الطيب لطلب حريته وكرامته كم قدرت أعداد السيارات المفخخة التي عثرتم عليها؟ حقيقة نحن وجدنا حوالي خمسة سيارات فقط مجهزة بالكامل ومفخخة وتم تفكيكها أيضا وجدنا سيارات أخرى كانوا يريدون العزمة على تفكيخها وتفجيرها ووجدنا أيضا مواد كثيرة من الـ TNT التي يجاهزونها للمفخخات أيضا الجديد بالذكر الأسلحة الجديدة والأسلحة الفريدة من نوعها في الغوطة الشرقية يعني نحن المجاهدون أكبر كأكبر الفصائل في الغوطة الشرقية لا يملكون السلاح الذي عنده هذا التنظيم مما يثير الشق والريبة من حيث أنهم من أين أتوا بهذا السلاح يعني كله صناعة روسية لا يوجد صناعة محلية أسلحة بكميات كبيرة جدا أحوج نحن ما نكون إلى هذه الأسلحة على الجبهات بل وإنهم يضعونها داخل المستودعات ليقتلوا بها المجاهدين والثوار براء عبد الرحمن يعني كم عدد المرات التي يلجأ تنظيم الدولة لمثل هذه الأساليب كما ذكر النقيب عبد الرحمن استهداف الثوار بالسيارات المفخخة هل لديكم حصيلة لذلك؟ الحقيقة وحينما كنا نوثق معارك الميدعة في الأول من رمضان في العشر أيام الماضية في معارك الميدعة للتخلص من عناصر تنظيم الدولة قام عناصر التنظيم بإرسال سيارتان مفخختان وتم تفجيرهما بعناصر الثوار في أول يوم للمعركة في ميدعة وأيضا كان هناك انتحاريان يقودان هذه السيارتان وقام بتفجير نفسهما وغير ذلك أيضا كانت هناك تفجير عدة سيارات مفخخة قبل رمضان في مدينة دومة ووجدت عبوات ناسفة في مختلف أنحاء شوارع دومة وفي سقبة وفي مناطق أخرى مدفرقة في الغوطة الشرقية وكانت أصابع الاتهام تطول داعش أنها هي وراء هذا العمل لأن النظام لا يستطيع إدخال هذه العبوات من الحواجز الذي قامها الجيش الحر على مختلف طرقات الغوطة الشرقية لذلك كان هناك مخوف من تضخيم عدد السيارات المفخخة بين المدنيين ولسيما أن رمضان هناك مساجد وصلاة التراويح وصلاة الجماعة وغير ذلك من تجمعات الناس في الأسواق ويكون هناك الضحية أعداد كبيرة من المدنيين لذلك أيضا كانت هناك حملة كبيرة في رمضان للبحث عن هذه المفخخات بالقرب من مقرار عناصر تنظيم الدولة وفعلا قام البارحة الثوار بكشف عشرات المفخخات وعشرات العبوات الناسفة وتم توفيقها وتصويرها وكانت معدة للتفجير بين المدنيين في الأيام الماضية شكرا لك براء عبد الرحمن ناشط إعلامي من ريفي دمشق شكرا لك